السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد وصمدي فالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد حلقة خاصة بالطلق الصناعي يعني كل مربي الانب عنده هاد المشكيل ديال كيعطي انتواء الذكر كيتحمل يعني كيان عملية الجس كل شي عادي نيكي يكون قيد التاريخ سمو كيوقع نيكي يوصل يعني الثلاثة وثلاثين يوم كيتفاجأ انها مولدش كيفوت اليوم اربعة وثلاثين يوم خمسة وثلاثين تصافي ستوثلاثين كيلي كتبقتها ربعين يوم وهي بقى ما والدش سمو كيوقع كيوقع انها كيوقع تحجر ديال الجينات في البطن ديال الانثى ما كتقدرش ترمي الترمي ما كتقدرش تولد يعني كيبقى هكا في الكرش حتى كيتفاجأ المعلومة اللي ما كانش عنده ديال كيفاش يتصرف سمو كيوقع انها كيخليها حتى واحد نهار كيلقى باللي هي رماتهم ولي كيررماتهم حتى كبروا في الكرش ولو نقولوا مثلا فيهم واحد عشرة سنتين في الواحد يعني عشرة سنتين في الواحد تخيلوا انها يكون عندها غير واحد العشرة مثلا ولا ثمانية يعني وش الراحم ديالها غادي تقبل انه غادي يرميهم ولا ما غاديش يتقبل يعني مسكينة غادي تتشرق غادي يعني تحلب واحد طريقة بشعة وغادي اضطر انها غادي تموت وتل اجنة غادي خرجوا مئتين يعني مية في المياه شحال مواحد غادي يوصل هديك المرحلة غادي تلف غادي يقول ايش غادي ندير انا بالنسبة للأدوية كينا ليبرا ليال الاكسيتوسين المشكلة ديالها ديال الاكسيتوسين انها ما متوفراش في المغرب كامل كنت هضرت معاشي ناس في الكومنتير قالوا لي باللي قلبوا عليها في البلاد ديالهم احنا في المنطقة الشرقية متواجدة يعني فيتما نخدمها ولكن كي الناس اللي ما عندهم شاد ليبرا وليبرا دي اللي لوكسيتوسين ضروري تكون عندك يعني ضروري تخدم الطرق الصناعي ما يمكنش أنك هاتي تخلي الأرنب ديالك بلا ما يرمي هادوك ذاك الأجنة اللي يفكرشوا لأنه فات الوقت ديال حال نقوله المرأة الحاميل نقوله ليسر ووصلت تسعة شهور ما وولدتش يعني أغلى من كي اللي كتولد على سبعة شهور كي اللي كتولد على ثمانية كي مهم خاصة في الأخر تولد تخيلوا أنها ما كتولدش هادوكسيتوسين را كتعطى تل تل أم يعني في الإنسان يعني المرأة كتعطاها واحد ليبرا كي يقول لك باش تسهل عليها الولادة كي يعطوها باش ما كتتوجعش هذيك ليبرا شنو كتدير في حقيقة كتبقى تدير تقلصات على مستوى الرحم يعني الرحم كي تتلخى وكي ممكن أنه كي ساعد المرأة أنها تولد كذلك بالنسبة الأراني وكذلك بالنسبة لجميع الحيوانات كي يندي برا ديالهم اللي كتدقها لهم كي سهل لهم عملية ديال الولادة أرى أن الناس اللي ما عندهمش هذي برا متاحة في البلاد ديالهم لأنكين الناس اللي مربيوا الأرانيب في واحد يعني قرية صغيرة ولا بلد صغير ما كيلقاوش أرى أن الناس اللي كي ينسموا به القهوة اللي كتبقوا تشرب القهوة كتنسيمة هذك الشيح ممكن أنكم تتلقاوه يعني كأعواد طويلة وممكن تلقاوه يعني كيتباء كبودرة هي ماشي ببودرة بحالي نقولوا هذيك الأعواد مطحونة يعني فيهم قريبا سنتيم نص سنتيم هذوك الأعواد ممكن تشريوا درهم جوج دراهم كي يعطيكم واحد كمية هشنو غدي تديروا غدي تشدو هذك الشيح وتطبخوه مع واحد شوية ديال الماء عادي في واحدة كسرونة وغدي تشدو هذك الماء تصفيله صفايا يعني ما تعطيهم الشيح كنبات كتعطيهم عقي الماء ديالهم هش غادي يدير هذك النبت هذي الشيح؟ الماء ديال الشيح تخليه شوية يبرد واديروه في واحد يبرى يعني تعطيهم شي تتكوبواهم في الماء وإنما تعطيهم مباشرة في الفم يعني كونوا متأكدين أن نبتة معجيزة معجيزة لكن أعتبرها نبتة معجيزة عنها شيء لأن في البراس كي تدوب الناس اللي بغاوا يديروا التلقة الصناعي يعني في 33 يوم الأرنب كيحدث عندها تقلصات على مستوى الرحيم يعني كيتلخار الرحيم وكتقدر أنها تولد في الحين تخيلوا أنها عشرة دقيقة كتولدهم الناس اللي فات العمر ديال يعني التاريخ ديال الولادة وما قدرتش أن الأنثى تولد اسمو كيوقع كيوقع عندها أن هذو الجينات كيدوبوا يعني كيدوبوا يعني هذي مجربة طريقة مجربة كيخرجوا على شكل دم سبحان الله مهم كيكونوا تقلصات لما خرجتهم شحيين كتخرجهم ميتين المهم كتحافظ على الأم من هذا الفيديو هذا احنا كنظروا على إما تخرجهم أحياء إما نحافظوا على الأم يعني شحان واحد عنده أم يعني خدامة معاهم زيان مريقلة ووقع لها المشكلة ديال التحجر ديال الأجنة سمو كيوقع صافي كيبقي يشوف فيها كتموس قدامه هذي معلومة وخامة تكونش عندكم هذي المشكلة زيدوا هذي المعلومة في فرسكم وضيفوا هذي النبات هذا للصيدلية الصغيرة ديالكم اللي عندكم في المنزل ديالكم ديال الأرانيب حطوا واحد شوي ديال الشيح لأنه باخترات كتكون حالة طارة أو الليل مغديش تلقوا الحوانات ما تلقواش كعطاء شريوا واحد درهم ولا جوش حطواه في واحد القريعة وخليوها منين تشوفوا يعني يعني الأم يعني ما بغاش تولد وفات هالوقت صافي مباشرة كتديروا هالطريقة هذي كتتغليو يعني كتديروا كتديروا هيفور هذيك الماء نحن نسميه ماء مغلة ديال الشيح نبات الشيح وكنوا متأكدين أنكم غريتشكروني بزاف للناس اللي عندهم مدد المشكلة هذيانا غريتشكروني بزاف لأن نرى في الحق أنا كان أعتبره نبتة معجزة سبحان الله الله يعاطيها لنا الفيديو ديالنا رسالة نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا وتكيوا على زر جام كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة